إذن كان فيه بيان لرئيس اتحادية الكاراتي دو للرد على كنا ننتظر بيان على الأقل في المستوى يعني صراحة ولكن معلش نجوزوه البيان احنا لأن البيان من المفروض يرد على الاتهامات الخطيرة التي كانت حول الفيزا حول الكثير من الأمور لتخص اتحادية الكاراتي لكننا نتفاجأنا بهذا البيان الذي صدر أمس الجزائر 8 نوفمبر يعني القضية عندها تقريبا عشرة أيام حتى البارح باش كان فيه بيان تستنكر اتحادية جزائرية الكاراتي دو الحملة الشرسة التي تستهدف رئيسها منذ فترة دون أي اعتبار للحقائق على أرض الواقع وإذ تندد الاتحادية بالإدعاءات الكاذبة والمغردة والاتهامات الباطلة فإنها تجدد انتزامها على وقوفها الدائم والمستمر إلى جانب جميع الرياضيين وتمكينهم من كل وسائل الدعم والظروف المناسبة للتحضير الذي وضعتها السلطات العمومية تحت تصرف النخبة الوطنية لغة الخشب بأتم معنى الكلمة من أجل إعلاء الراية الوطنية عاليا في الأخير تؤكد اتحادية جزائر الكاراتي أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن صورتها وسمعتها الكاشي فقط بدون أي إمضاء لا إمضاء رئيس الاتحادية ولا إمضاء الأمين العام ولا إمضاء الناطق الرسمي ولا إمضاء المكلف بالإعلام كاشي بيان وفقط سامير عماري تعليق حول هذا البيان لكنا ننتظره ندوة صحفية حديث على الرد على الاتهامات الخاصة بكثير من الأمور لكننا وجدنا هذا البيان يعني عبارات جوفاء لا تغني ولا تسمنوا من جوا شواردوان دائر في الماثل الشعبي يقولوا هم يضحك هم يبكي هكذا عليه نعم يعني شوف عندك ديزاتلت وعندك مدربة كانت لها الجرأة والشجاعة جات دارت اتهامات مفصلة ومحددة وجابت يعني اتهامات كما اللي ستوارت على الفيزا اللي ستوارت على اللباس الرياضي ماشي موحد خلاهم مرميين في الأوروب لصالة المغلوقة أنا كنت نسلنا رد بنقطة بنقطة مشاركة أفراد العائلة تعوف اللي في البعتة وليدو سا عندنا كومينيكي يعني أنسيبيد ما فيه ولو مي أردوان أرباك باللي سي قوراري هذا غوري غوري هو نمر دي كوميتي اوكزيكيتيف نضحكك شوية إلي شارجي دي كومينيكاسون يعني كالكان اللي راه في الكوميتي أولمبيك اوكزيكيتيف الخدمة تاعه الشارجي تاعه الجانب تاعه سيلا كومينيكاسون يعني الإعلام يجيك بكومينيكي هكذا فارغ المضمون كما قلت ما فيه حتى رد على اتهامات يعني خاصة أنا ما فهمتش أنا كيفاش هلا ما كاش ندوة صحفية وإذا ما كانش هناك رد رد يعني واضح على الاتهامات مفصل يعني هذه الاتهامات كين منها لحد الآن لم نصل أو لم يتم نشر أي بيان من الاتحاد الاتحادية الكاراطي حول موعد ندوة صحفية كنا دعينا السيد قوري إلى هنا والمدربة قاتل كان مستعدة أن ننقابله بالأدلة لكنه لا يريد الظهور على شاشات التليفزيون ربما رغم أنه يعني رئيس اتحادية الكاراطي كاراطي من المفروض لا يخافش يعني يواجه على الأقل جيت واجهنا في البلاطو كل هذه الاتهامات أو دير ندوة صحفية إذا ما حبيش تقابل نحن دير ندوة صحفية للحديث على النقطة على كل حال نحن كنا تحدثنا عن مقالته البطلة أو البطلات العالمية وأيضا المدربة تحم المدربة تحم التي التقاها الوزير عقب حصة يوم الخميس ويوم الأحد الوزير وزير شباب والرياضة دعا سيدة دهية شيخي إلى مكتبه بوزارة شباب والرياضة وهو ما أكدته أمس في منتدى الفجر أين تحدثت عن هذا اللقاء لكن قبل هذا تحدثت دهية شيخي المدربة وتحدثت بالتفصيل وكان جد سعيدة بوقوف الشعب الجزائري والجمهور الرياضي إلى جانبها ليس فقط في منطقة القبائل ولكن لدى كل الشعب الجزائري وقالت كلمة جميلة وجميلة جدا حول هذه النس اللي راي تحب تدير تفرقة بين هذا قبيلي وهذا عربي وهذا شاوي وهذا ترقي وهذا صحراوي نحن الجزائر كلها لا يتجزأ منها أي شبر شبر واحد ما نقبلوش أنه يتجزأ من هذا الوطن العزيز نستمع لما قالتهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لدي الحكاية، ألقى حكاية جديدة لأنه وراك تخرج في واحد دعايات خلاص، الناس فاقتوك، ما لازمش تخرجوا دعايات اللي ربما تسيء للأطراف قلت لك هذي في وقت الاستعمار، قلت لك إحنا قاع شعب جزائري ما كاش هذا عربي وهذا قبيلي وهذا شاوي أفهمتها وين القصد حق ولهذا شي خطير الناس تحب تفرغ بعمل؟ نو مش يتفرغ خليني نكمل ربوان، شي خطير لماذا خطير؟ خطاش كاين الناس يستعملوا هذا الشيء ضد البلادنا يستعملوه يقول لك شي خطير هنا هنا نقولوا لها شعب الجزائري يقع معك ومام الدولة بإذن الله معك لأنها تخدم الوطن هذا هذه واحدة الثاني الثاني أنا وش أنا محيرني وهنا نحبسها وهنا نحبس بسكو سوي سوي فريمو ما نقول شو الح الكلمة هنا هناك مشكلة كثيرة دوزا تلات محقورين مع الانترنور تحهم ويتجيوا تجي تكشف كلش وتقول لك جو سوي هنا قابلكو شو عندي لي برف هكذا 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 ما صارت واحد ما تدخل استقبلها الوزير فقط استقبلها الوزير هكذا هكذا مصحادوا مشاكلهم كبارة مغير يزيدوا وحاجة ما صارت سكو تتروف صار نورمانتا والبعض يقول لك ما سمع لاش طرف الآخر طرف الآخر شكو اللي يسمعونه شكو اللي يسمعونه شكو اللي يسمعونه رائعونه للتتال هي للي تسمع غضوى مدك تسمع غير داوي اسراء المشاكل غضوى مدك تسغيل وتنبيتي وتسمع ومبعد يأخذو دي دي سيزيون أنا على بالي ما كان حتى دي سيزيون اللي يأخذو لأننا عين من هذا الشي هذا ولكنونا نكمري كومن سمرش دركاتك في هاد السبور في بلدنا إلا جو سوي تريست جو سوي فريمان 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 تريست كي نشوفو ولي نخلص معناش معناش باش نجمون نقولو ونجوزو لواحد البالي في الكلام معناش كيفاش نديروه ولهذا رأني فريمان تريست مرعد نمرودي في 2023 رأنا قريب لـ 2024 ما زالت الناس تستعمل عبارات على هذه الجهوية والعرقية وهذا عربي وهذا لا ما يفوتو ميلونجي نحن نتكلمو على رياضية تعرضت للضم زوج رياضيات مثل الجزائر أحسن تمثيل الكلام حوله هي حتى يتقاس قتلك هذه فرنسا قد كي خرج في سوى صندوق قاتلنا دوكنا نخرج فرنسا وانتو ما خليكم تتاكلوا بيناتكم وما مشات لهاش الجزائر بقات موحدة بحدودها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لماذا كل هذا استياد في المياه العكيرة من أجل باش نوسخوا بنات الناس بطريقة يعني مريبة وغير طبيعية من يدافع ومن ومن تهمه صورة الجزائر يفكر كيف يقدم للرياضيات والمصارعين لباس موحد عليه عالم الوطن الجزائري وفقط في تمثيل الجزائر في مثل هذه المنافسات القرية لباس موحد يكفي فقط لما تشوفه أنك تمثل الجزائر بهذا الشيء لربما قليل لأنهم لما معطولوش أهمية تشوفوا بلي قليل ولكن بهذا على الأقل على الأقل تبرز الوطنية تعك وليس بمثل هذه أنا الخطابة أنا تجاوزها الظهر وتجاوزها الزمن مثل هذه الأحاديث في مثل هذه القضية أنا أسف وحزين وكذلك يتحاير كيف سكت كما يقولون سكت الظهر النطق كفرا الصمت وبعد الصمت وبعد أكثر من يوم بهذا البيان أنا نعلم أنه لما تكون اتهامات يجب أن يكون سواء نرد بكلام التكديب ولكن الصمت يؤكد على أنه التأكيد وعلى أنه الاتهامات يجعل المسامع والمشاهد يشوف أنه الاتهامات صحيحة سامير هل من تعليق حول ما قالته في أول تصريح قبل أن نتحدث عن تهديدات سأكون صريح معك حذاري وحذاري من العنصرية والاتهامات الجهوية لا يجب أن تساور أنه في جزائر واحد أول لكن حالة تغلي حالة تغلي هذا الظلم الذي يراه ضد هذه بطلات هذه ما لا يبقى بلا صدى في الجهد في الجزائر كامل في الجزائر كامل وخاصة في منطقة القبال الناس لا يشقابل لكي يحقرون لها ولادها ولادها نحن هذه الناس خاصة في منطقة القبال كانت سنة أن الوزارة تصرح وديري نونكات وترد الإعتبار لبنات هادوما اللي تنحقرو تنحقرو لا يجب أن تنحق لا يجب أن تنحق لا يجب أن تنحق يجب أن تنحق يجب أن الناس ستشعل في بعض البراكين تعمل في الجهوية لكي يجب أن تنحقروها هذه السياسة فرق فرق لا يجب أن تنحق هذا السياسة يجب أن تنحق هذا السياسة يجب أن تنحق واضح إضافة إلى هذه الاتهامات الباطلة حتى التفريقة وتع الجهوية وصل الأمر حسب تصريحات دهي يا شيخي أنها تلقت تهديدات مباشرة وهذا شيء خطير وخطير جدا يجب أن لا يكون أو لا يبقى بدون أي متابعة نستمع تيزي وزو قالوا لي بليلو كنتزيد تهدري البوستاء كي يروح وكي بزفع فايس بصح أنا ما نقدرش ما ما يروح لي البوست ولا ما 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 قلكش ما ما نشحب بصح واحد لازم يهدر لأفيريتي بس كي سيدي جون اللي يديروا المال قبل ما نلحق اللي ذات لت يديروا المال للتزاير يديروا المال للتزاير تهديدات لا يجب أن تبقى بدون متابعة سعلي وصلت الأمر أنك مرأة تهددها تقولها تمشي من RGGT من RGT زو وعندك وعندك البوستاء DGS هذا العهد قد ولا من المفروض وحدها هضرت تهديدات في هذه الطريقة أعتقد أن الأمر تجاوز الخطوط الحمراء فاتت الروج فاتت فاتت صح سيقراف سيقراف اللي 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 لحقوا حتى يقولوا أون دور للالجيري يستعملوا هاد الشي المشكلة هادا الرجوناليزم هادا أين وزيد هنا ستقول لك الطفلة هادي المرأة هادي ستقول لك بلي بعتولي ومنصوني لا سيقراف سامحني يفوك هنا يفوك لي ننكات نفتح ننكات تمتم يفو بروتيجي ساتفي هادي فولا بروتيج تصراحة جاء تصراحة جاء ومبينين شكون أنا نطلب إن شاء الله لبنا أنا مسؤولين بإذن الله هم يديروا شي فوك سواء بروتيجي ولنكات تنفتح باركات العوزية العوزية ما كانش في الجزيرة كان دولة القانون كان القانون كان كل شي نس تمشي عليه أخويا هذا وش تحبس علش أني نقول لك لالرسبونسابيليتي تولي الباقي لمن لأن ما تخليش الحاجة تفسد نمو غير نهار الصلاة لتماتيك الديسيزون وكما تخضوه كان ما يصرعه أولا صح المترجم للقناة